أولا نبدأ بس الحلقة كده بالمنشور ده شايفينه ولا مش شايفينه يمكن الأخوات اللي في الجروب بتاع الأخوات شايفوه يعني وتناقشنا فيه من امبارح او اول امبارح لكن المنشور ده احنا عايزين نناقشه بقى في العام بقى في القناة هو واحدة بيعني زواج اعظم مش خطوبة وكتبه التعليق دوت انها المرة الاولى التي ارى فيها رجلا وابتغي عناقه بدلا من فصل رأسي الحقيقة ان طبعا مع الاف الاعجابات والشباب بيتحكوا وبنات بتضحك بس انا كان يعني التعليق هنا عايز يعني نركز اوفي كام اللي بتقيل ده كام ده حتى لو مزاح وحنعرف ليه لان بعض الأخوات قالوا ان يعني البنات بتكتب حاجات زي كده وانا معاهم فعلا ان هي ايوه البنات بتكتب حاجات زي كده مزاح وضحك وبتبقاش فعلا ممكن ما يكونش قصدة والكلام دوت وحاجات زي كده لكن احنا احنا هتكلم على حاجة تانية خالص يعني يمكن ان ان تكون اضحك حسنا وحاجات زي كده ولكن ان حاجات زي كده حسنا حسنا وليس الحاجة الاولى ان المزاح بتاع اللي هو بيميل عليه الطابع العدائي للرجال بشكل عام اصبح هو السائد واصبح فيه يعني مطبع تماما لدرجة زين بقول لكم ان التعليقات كلها ضحك وهزار والموضوع مش متاخد بجد يعني وحتى لو متاخد بجد عادي يعني ان واحدة تكتب كلام زي دوت في معادات الرجال وجنس الرجال بشكل عام ده اصبح فيه تطبيع معاه وامراره ومع ان كان مهين جدا يعني انت هل ما شفتيش رجالة فعيلتك خالص ولا شفتي اي شباب فعيلتك ولا اي حد ما شفتيش حد يعني انا ربنا يعني يعافينا يا ربي يعني انت مش متخيل انت لو حد قاربها ابن عمها مثلا او حاجة ولقيت هيا بتكتب الكلمة دي ان انا اول مرة شوف واحد انا عايز احضنه بدلا مقطع رقابته يعني ده بجد فعلا انا مش متخيل ابوها مش هتكلم على ابوها اخوها اعمامها انما الكام ده فعلا ده ده طبيعي ان واحدة تكتبه بهزار بمزاح اا او باي حاجة من الحاجات دي ما اعرفش والله انا ما اعرفش التفاصيل المين اللي كتبه البوست واتبعتلي كده زي ما هو وكان بالنسبة لي مدهش جدا يعني ومش مدهش قوي يعني انا برضو ما صدمتش قوي لان انا طبعا متابع اللي بيحصل وكل التعليقات بتاعت البنات بتدور لما بتيجي تتزوج حوالي ستين في المية منها بقت لازم تطلع ان هي اي اا وقعت في الفخ لقد مش عارف ايه لقد كذا لقد كذا فيه شيطانة للزواج وكأن يعني ابتلاء ابتليت به حتى لو بالمزاح وهو بالنسبة بالمناسبة فعلا اغلب بالحاجات بالمزاح وفيه شيطانة للرجال في المنشورات كتيرة وده مطبع تماما يعني ده اصبح الطبيعي ان البنت تكتبه اا يعني حاجة عادية جدا ان هي تكتب اما هانة للرجال مع عادة زوجها اللي هي هتزوجه مثلا او انها احيان بيبقى فيه تواعد كمان ان احنا انا هعمل فيه كذا وكذا وهو خليه وتجيب الحاجات السفلة والنسوية اللي هي بتاعت انا هعمل فيك كذا وكذا وحاجات كده اصلا هتهزر وحاجات تانية اللي هي بقى بالانماط اللي احنا شايفينها دي بقى اللي هي قلنا معادات الرجال او تواعد الرجال او اللي هو يعني انا دخلة اتعذب انا دخلة كذا يعني هي دخلة تسجن وليست دخلة زواجة والحيان المزاح في هذا الامر مش ممكن يمر لان المزاح مش سهل لما مثلا تلاقي ان النكت المصرية بس ده توقف يعني اصبح نادر جدا في الاخر ربع قرن لكن كانت النكت لزمن طويل بتسخر دايما من غبائس الاهل الصعيد الغباء والحماقة وحاجات دي كلها حاشو ياس ده بيمزح لا لها معنى لها معنى ان انت يكون المزاح بتتعمد عرق معين جنس معين بتتعمد ان المزاح بيكون على شعب معين ودي حاجة من اللي حيدول عليها النقاش النهاردة فيه جزء كبير من النقاش هنتكلم عن الموضوع ده لما هنيجي نتكلم عن النفيسي فالموضوع ما ينفعش ان يتعامل يمر بسهولة لا الحقيقة الموضوع ما ينفعش يتمر بسهولة خاصة دي ظاهرة ما بنتكلمش عن واحدة كتبت حاجة فخايبة كلام خايب طلع من واحدة فاكرا ده ظهر دماء خفيف لا احنا بنكلم على ده اتجاه سائد في البنات او منتشر بلاش نقول سائد منتشر نقول لا يقل عن ربع البنات دلوقتي بتكتب حاجات منشورات بهذا الشكل والمنشورات شبه يومية بتيجي بهذا في حين الشاب مثلا تلاقي بيكتب حاجات سعيد مثلا ان هو يتزوج وحاجات زي كده لا بتلاقي الوضع مختلف الوضع مختلف هنا بتلاقي الوضع بيدور حوالين يعني ان البنات طبيعي فيهم يا كلام كام زي اللي احنا شايفينه ده فدي اول حاجة التسلل النسوية حتى لو بالمزاح بس النسوية متسللة حتى في مزاح البنات الحاجة التانية الاعذار ودي حتى في الجروب بتاع الاخوات اه فيه جروب للاخوات بس لازم الاخوات يضيفوا بعض ما برضفش حد انا في الجروب بصراحة يعني ما فيش واحدة تيجي تقول لي فلانا انا عايزة ادخل غالبا مش هدخلها يا بلازم تبقى الاخوات هم عارفينها فيدخلوها فقط يعني تمام فانا الحاجة التانية ان حتى في المجموعة في بعض الاخوات وان كانوا قلة يعني الحمد لله بس كانوا يعني شايفين اصل هي بتهزر اصل بتاع فيه نبرة اعذر وانا قلت لهم الكام ده قلت لهم هل لو حد كاتب شاب بالعكس عمل النقيد كتب انها المرة الاولى التي ارى فيها انسة وابتغي اعناقها بدلا من فصل رأسها هل ده مزاح هتعدوه بسهولة وحتقبلوه بان عادي او ان حد شاب يكتب انت اول مرة اشوف بنت ابقى نفسي اتجوزها بدلا ما معذبها او اضربها او اهنها هل ده انتو بتاع هتعتبروه مزاح عادي وحتتقبلوه اكتر من كده بقى هل الرجالة حيتقبلوا الكلام ده يعني انا مش بتكلم عن ان البنات بس اللي هتعمل يعني حريقة وحتشعل امور نار مهما يحلف مئة يمين ان انا بهزر واصلا مزاح في الشباب اكتر بكتير من البنات لا ده هتبقى حريقة وحتشتعل نار نار حقيقية هتشتعل مهما يحلف مئة يمين هو برجل يحترم النساء بس ما تكتب ان مجرد ان انت تكتب حاجة زي كده الدنيا هتشتعل نار اه مفيش ولا يوجد اعذار اه والحقيقة هي دي برضو الجزء التاني هي ان الرجالة مش حايس كتب ان الرجال لن يقبلو كتير جدا من الرجال لن يقبلو هذا الامر مش حنقبل ان انت تهذر انك تقول ضد الستات حاجة زي كده فالمسألة ان يعني حتى المزاج بتاع التسامح مع البنات لما تكتب حاجات فيها اهانة للرجال وانا مركز جدا عن القضية دي ان القضية دي اكبر بكتير جماعة في المجتمع في المجتمعات المعاصرة فيه تسامح مع اهانة النساء للرجال وان ده ممكن نعدي اصلا بتهذر اصلا تمزح وان وجد لها مئة عذر مع ان حاجة زي كده المفروض دي انا انا يعني دي لو بنت ويعني دي لازم لها محاسبة انا لو من اهلها كان لازم لها محاسبة بعد كام دوت انت ما شفتيش رجالة يعني انت ما شفتيش رجالة في حياتك اصلا لا انا مش اصدق انت وامال مين لو مش اصدق ابوكي واخوكي وعيلتي وعيلتي مين الرجالة التانية هو انت بتعرفي رجالة مدورها فيه مئة الف واحد شفتيه مسلا فكنت عايزة تفصيل راسهم لقيت لما قابلتي ده المنشور ورطة انا عارف ان هي البنت انا بقول لكم انا واثق ان هي بتمزح ومش مدركة الحجم اللي بيحصل ده بس كان لازم انا رأيي ان الحاجات الزكية لازم يتقعد مع البنت ويتتفاهم ان لأ ماينفعش ماينفعش ان المزاج العام لازم متسامح مع اهانة البنات للرجال ده مزاج ماينفعش يتفوت ده لازم يقابل لان الرجال هم عمود الحضرات انتو شايفين المقاومة والجهات في مش هقول في سوريا بقى وبس اديكو شايفينه دلوقتي في في غزة مين هم عمود الحرب مين هم عمود الحرب بالمناسبة في الجهتين حتى عند اليهود مين هم عمود الحرب في اوكرانيا وعمود الحرب من روسيا مين هم اعمدة الحروب وعمدة القتال واعمدة الحضارة والاستقلال وكل حاجة عشان كده لما تحدثت ان النسوية بتنمو في مجتمعات تغلب عليها مفاهيم الانوسة اللي هي بتاعت السلام والسلام الدائم والحاجات المفاهيم الليبرالية المناثقة اللي هي تقول لك ايه احنا عايزين سلام دائم وبتاع لك انه في الحقيقة هو مفاهيم حربية فالمسألة بتاعة الرجال وان الرجال هم عمود الامم وان اهانة الرجال دي معناها ان الامة دي بتنهار اعتياد اهانة الرجال هذي كارثة كبيرة هذي كارثة كبيرة اللي انت لما تيبقى دا حاجة في تطبيع معها مش مع البنات وبس لا دا حتى الملتزمات بكافة ما يعني انتو شايفين بكافة التوجهات لا احنا بنتكلم على في تطبيع مع الامر حتى من الرجال الرجال ممكن يشوفوا كام زي كده ويكون فيها هنا وعلى فكرة دا دا عادي دا هي مش اهل حاجة كبيرة يعني لا دا فيه حاجات احيان بتبقى كارثية اكبر من كده وبيحصل تطبيع معها يعني الامر بيكون بيمر عادي مفيش مشكلة كبيرة معين لا دا زي مر دا الموضوع كبير جدا وما ينفعش يتم امراره لكن الشباب بيعدوها هتلاقي حاجة هنا مثلا دي بقى انا مش هحزف اسمها دي هتلاقي هنا في البنت اللي كتبة دي انا مش بحث في اسم حد خلاص يعني الحاجات زي كده لازم بتعرف خطاقها يعني لا صوتها يعلو فوق صوت النسوان ايه هو المشهد اللي هي حطاق على فكرة بنتي دي منطقبة وازهرية بتدرس في الازهر كتبة ممنوع جلوس يفطه مكتوب عليها ممنوع جلوس النساء في هذا الرواق بيكون مثلا رواق فيه رجال او حاجات زي كده فعدم الاختلاط فيعني عادي جدا ان يتكتب حاجة زي كده حفظا للرجال والنساء بتروح جايبين واحدة قاعدة تحت اللوحة تحت اليفطة دي وهي ايه وانها بهذه القوة يعني يعني فاهمين قوية جدا البنت قاعدة الست للقاعدة والبنت معجبة جدا بهذا التصرفات الحمقاء الحقيقة ان سواء الحمقاء اللي قاعدة تتصور صورة بهذا التحدي للرجال او كده هي بتتحدى الرجال هي على فكرة هي بتتحدى الرجال وتتحدى الشريعة وبتحدى كل حاجة وبص الرسالة وصلة للبنت التانية اللي هي منطقبة ازهرية ماشي لا صوت يعلو فوق صوت النسوان لا سلطة لا سلطة لا صوت ايه لا سلطة تعلو على النسوان خلاص يا جماعة هي اله الانسة اله بهذا التصور الانسة هنا هي اللي تشرع انا عمل الصورة عليها الانسة هنا هي اللي تشرع يعني انا متخيل واحد مثلا يجي يدخل قدام حمام النساء ويقعد وياخد صورة ولا صوت يعلو فوق صوت الرجال ولا بتاع اللي هي مثلا حمام مكتوب عليه ممنوع دخول للنساء فيقعد ويقعد ويعمل حاجة زي كده او يدخل يتصور في الجزء المخصص للنساء في المسجد ويقعد وسط الجزء ده وده مكتوب كده فوق يفطى مكتوب فوق ان هذا المكان للنساء فيقعد كده ويتصور ويقول لا صوت يعلو فوق صوت الرجال يعني حرفيا يا فرحة امك بيك ايه ده فايه ده ايه يعني التصرفات دي يا جماعة النسوية المتطرفة احنا كنا بنقول نسوية اللي هي غير معادية صراحة للاديان والرجال هي كانت مرحلة وانا اتكلمت عن الكام ده في الكتاب الاسلاميطوبيا ان هذه كانت مرحلة ماضية المرحلة اللي احنا فيها حالينا هي النسوية متطرفة انت بتتكلم على عداء للرجال وتقليل للنساء بشكل جنوني ففييمكن اه الموضوع لا الموضوع مش بسيت ولا سهل مينفعش يتم التجاوز عنه وانا اصل هي بتهزر اصل فلا متهزر ما تهزر مفضوع الموضوع لازم بقى فيه اه يعني وقفة كبيرة في هذا الأمر انا هجيب لكم فيديو تاني ده فيديو بقى مزيج ما بين اه حاجة نسوية وما بين اه التربية اللي هي اصبحت حاجة من دراما المصرية فيديو جاي من مسلسل او فيلم معرفش ايه بس كان حد بعته لي تريلر فيديو قصير يعني فهو الفيديو مقطوع بس كان فيه كذا فيديو مبعوتين لي بنفس الفكرة الفكرة بتروج في الدراما المصرية او الاعمال الاعلامية المصرية وده احد اسبابها ان اللي بيكتب في مصر حاليا علمانين متطرفين اغلب اللي بيكتبه علمانين متطرفين جدا يعني فمن ضمن الحاجات النسوية ده ملف الرجالة في المسلسلات بتهان اه وهي رايحة وهي جاية النساء عمات هنهم بصورة دائمة في اغلب المسلسلات تمام? من ناحية تانية اه 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 من ناحية التانية بتلاقي ان اه 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 مسألة التربية في حاجة كده طلع بقى انا كم سنة مسألة ان يعدي جيب لك طفل صغير او طفلة بتهين الناس الكبار وقد ايه مسلا ان هو الناس الكبار سكتين وصبرين على كده وان هو وان هو غلطانين كمان ان هم مسلا بيفرضوا حاجة حنجيب مثال النهاردة جزء كده اتفرجوا على البنت دي المفروض انها طلعه حسب مفهمة المشاهد يعني دي بنته اللي بيتكلمه ده بنته واحد واحد في الاربعينيات في عمر الاربعينيات ودي بنته اللي هي مظلنش عدة جابت اه اه عشر سنين اسمعوا بتكلمه ازاي انت شايفني عبيطة ولا ما اصعر عن شاسك تاب انا كده هاب لك او مش عارفة اللي انت بتعمله من ورايا او معرفش ان انت عملت اكاو انت على برنامج الفيديوهات عشان ترقبني وفي الاخر بعد كل ده تقوم داخل عليا بقوضك ايني مجرمة من اللي انت بتتعمل معيه يعني انت عملت كده عشان ما خايف عليك بيتهيقل يعني اللي بيخاف على حد ده بيطمنوا بيسمعوا مش بيخنقوا طيب خلاص ماشي تعالي اوصلي ونتكلم مع بعض البطريق بابا لو سمحت انا هطلب قبر لا قبر ايه تعالي بس اوصلي بابا لو سمحت ده يا جماعة مشهد من النشاهد على فكرة كتير انا اتبعت لي حكاها حاجة بالمنظر ده وفيه كان بعثين على فيلم قرأي اين بيه لاثنين من اكبر الممثلين اللي موجودين في مصر حاليا الفيلم فكرته بتدور على ان البنتهم اللي عندها حوالي اثناناشر تلتاشر سنة بتهنهم اهانات طول الفيلم ثم في اخر الفيلم بقى حقيبان نقدقيهم مكان وعايزين مصلحتها وبتاع فحاتبكي لها تعيط لها عياطة صغيرة كده وتحضنهم بس شكرا كده طول الفيلم اهانة الاهلاف الحقيقة الحقيقة ان المشهد ده الكلام يعني حتى تعليقات غريبة جدا تلاقي التعليقات بتقول اصلحنا في تمينات ايه حبيبي ده في مدار التاريخ على مدار التاريخ كله لو بنت بتقول اهلها كده البنت دي كانت تتوقدت وهي واقفة دلوقتي كانت تتعلقت في المشنقة يعني دي بنت تقول تتكلم ابوها بهذا الشكل وتفضل حية اصلا على قائد الحياة دي كان يبقى معجزة كبيرة سواء بنت ولا ولد ولو بنت بقى دي كانت تتضربة ضربتين الدربة ضربتين اه اه لا هزا القبح وسط لاي المساسات لا ده بقى ده ده الملف ده بتاع التربية جنب ان بقى اختيار من دايما الحاجات اللي جايلي كلها بيحاول يمزجوا الملفين الملف بتاع اه اللي هي الولاد بقى والتربية الايجابية وان لازم يهينوا الاهالي وحاجات زي كده وان عشان ما يتدخلوش في حريتهم من الشخصية جنب الملف بتاع ان سويا فيجيبوا اللي بيهين الاب او الام وغالبا بيتهان الاب هو بنت بنت عندها اقل من عشر سنين بتقسل الرجل ده بتمسح به البلاط وده طبيعي ده طبيعي يعني اه اه وان لازم شوفتوا المشهد بينتاين هو بيقول لها انا اسف وبتاع هو المشهد متصمم بطريقة ان هو بيقيد حريتها وبيحاول يعرف كل حاجة عنها فاحنا بنتكلم على 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 مستوى اخر اللي الدنيا بتنحدر اليه واخدوا بالكم هذه المسلسلات احنا بنشهد في مصر حاليا للأسف عودة لفكرة المسلسلات مع المنصات الجديدة او كده عودة لانتشارها في وسط الناس اه اه